مؤتمرات وقمم وجولات لا يعد معظمها أن تكون مجرد ظواهر إعلامية للقاءات مجهولة ومبهمة بنودها بل وحتى أسباب عقدها باعتراف لجنة العلاقات الخارجية النيابية سوى صدور أوامر كتابية بشأن تأمين نفقات مليارية للظهور أمام العالم بحلة تخفي واقع العراق الجديد المتخم بالأزمات فضلا عن استشراء الفساد الذي جعل البلاد تتصدر قائمة أكثر دول العالم فشلا وفقا لمجلة فورين بوليسي اجتماعات دولية وزيارات إقليمية لطالما حاولت حكومات بغداد منذ عام 2003 أن تبحث عبرها عما يضفي عليها شيئا من الشرعية في ظل سيادة منقوصة وقرارات مسلوبة حتى أدرك الكثيرون أنه لا وعود موثوقة يمكن أن تبنى عليها طبيعة العلاقات مع العراق ولعل تعهد الكاظم للرئيس التركي رجب طيب أردغان بتحجيم وطرد ميليشيا البككي ذات النشاط المتنامي من شمال العراق خير مثال على ذلك مؤتمر بغداد آخر المؤتمرات التي تعقد قبيل إجراء الانتخابات في تشرين الأولى القادم حيث اعتبره مراقبون بأنه مجرد اجتماع لمسؤولين حكوميين من دول الجوار لمناقشة قضايا تخصهم في قاعة حجزوها في بغداد مؤتمر لن يخرج بجديد ولن يكون أكثر من حبر على ورق وفقا لنواب فيما اعتبرته هيئة علماء المسلمين بأنه لقاء يهدف إلى تلميع صورة حكومة الكاظمي ومع حضور عربي وآخر دولي للمؤتمر يبقى السؤال الذي تطرحه مجلة نيوزويكا الأمريكية فيما إذا كانت مخرجات المؤتمر ستفضي إلى تبديد مخاوف دول الخليج العربي من بقاء العراق تحت سطوة النفوذ الإيرانية الإجابة وردت عبر رشقة صواريخ أطلقتها ميليشيات مرتبطة بإيران على أهداف جنوبي البصرة فجر يوم حضور الزعماء المشاركين بالقمة إلى بغداد لتغدو وفقا لمراقبين رسالة مفادها بأن العراق لن يكون أرضا خصبة للاستثمار أو ملتقى لأي دولة تسمي الحشد ميليشيا بحسب تصريح رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض ليبقى العراق رهينة مساومات عبر زجه ضمن محور يدعى المقاومة أجندتها تجري وفق ما تنتهي له مخرجات مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران